بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بحضراتكم في هذا الفيديو اللي حنتكلم فيه على مقارنة ما بين مدخل التكراري ومدخل بيزيان اللي هو بيعتمد على منطق أو على فلسفة توماس بيز العالم الإحصائي الشهير نحن نتكلم على إيه بساطة هو مدخل بسيط جداً لإستخدام مدخل بيزيان في عدد من التحليلات الإحصائية وفهم الفلسفة أو الفكر الذي يعتمد عليه هذا التحليل يعني دائماً بنطلق على المدخل التقليدي اللي احنا معتدين عليه مدخل فريكوانتست التكراريين التكرار مدخل التكرار ونفهم حالاً ليه يطلق عليه هذا الاسم بيزيان طبعاً المدخل المقابل له هو مثبتاً إلى توماس بيز اللي هو العالم الإحصائي الشهير معاكم الأستاذ الدكتور محمد حبشين حسين أستاذ الإحصائي والكلاس النفسي والتربوي بكلية التربية جامعة سكندري بناء على كلامنا احنا عايزين نتكلم عليه أولاً خلينا زي ما أنا قلت ان احنا بنكارن أو بنكلم على فلسفة مقدمها لنا هذا العالم الإحصائي اللي عاس في الفترة من 1701 ل 1761 وهو توماس بيز توماس بيز يعني يعتبر مقابل ليه ما نطلق عليه الفريكوانتست أو فيشيريانز استاتيستيك نسبة إلى فيشيرز اللي هو يعني أبو الإحصاء بنطلق عليه أبو الإحصاء البعض الأخر أو الكثرة بيفضل يطلق عليه فريكوانتست المدخل التكراري لكن ليه بيسمى هذا بالمدخل التكراري وإيه الفرق ما بين المدخل بيز يعني المدخل التكراري هو الفرق فيه فلسفة وفهم مفهوم الاحتمال ما معنى كلمة احتمال خلي بالكم هذا فيديو من أحد الفيديوهات اللي أنا كنت متردد يعني سنوات اللي أنا أتكلم فيه بسبب أنه موضوع إلى حد ما يعني غير منتشر في مجتمعنا العربي أو أن الموضوع فيه قدر من التجريد لا بستراكت شوية فيه قدر من التجريد شوية فهو الفرق بينهم فيه مفهوم الاحتمال ما معنى كلمة احتمال لو سألنا الفريقونتست اللي هو إحنا بننتمي إليهم بنجد أن مفهومهم للاختمال لو جيت قلت له مثلا أنا معي كوينز عملة لها وجهين فأنا يعني لو رمتها إزاي أحسب احتمال أن يكون اللي حيتظهر الصورة أو اللي تظهر الكتاب أو الهيد والتيلز زي ما البعض بيترجم ويقول طب الفريقونتست اللي زي حالاتي وزي حالاتك وزي معظمنا أو اللي احنا بعيدين عن بيزيان شوية هيقول لك الأمر البساطة هات عملة وعد ارفعها أو عملها عدد كبير جدا من المرات عدد كبير جدا من المرات ألف مرة مثلا وتشوف كم مرة هيظهر التيل أو كم مرة هيظهر الهيد وشوف احسب عدد تكرارات ظهور الهيد في العدد الكبير ألف دي تجاوزاً لكن تخيل انك انت عملت الكلام ألف مرة أو أكثر من ألف مرة شوف كم مرة هتظهر عدد مرات تكرار ظهور كلمة الهيد هتظهر لك الهيد كم مرة نفترض انها ظهرت خمسمائة مرة من الألف يبقى اذا احتمال ظهور او احتمال ان انت لو حعملت الـ Coins ان هو عدد مرات حقوق الحدث على العدد الكلي تمام عدد الكلي للمحاولات الـ Events فانت متم بانه مثلا الهيد فانت شوفت كم مرة ظهر هيد وده الاختمال ده كلام اللي احنا كلنا لما بنسمعه بنستريح نفسياً ده اللي احنا تعلمناه في المقابل بذي يقولك لا ده كلام ده مش حقيقي المفهوم الأفضل للاحتمال مفهوم الاختمال هو عدم انتلك عليه الـ Certainity و الـ Uncertainty of Events يعني هل الحدث ده درجة الموثوقية او اليقين في وقوع هذا الحدث او عدم وقوعه انت عندك تيقون قد ايه وانك انت هذا يعني تيقون انت قبل ما تتجمي او تحدفها انت عندك تصور مسبق تصور مسبق هذا التصور المسبق اما تعدله او يعني تأكده ما تعمله بعد كده من تجارب انك تتحدث مرة او اثنين او ثلاثة وليس بالضرورة ممكن احد مميزات نظرية بيز او بيزيان ثيريم انها لا تتطلب احجام عينات كبيرة زي حالة المنهج اللي احنا شغالين به اذا مفهوم الاحتمالية وده مفهوم اللي احنا هنوضحه يعني واحنا شغالين مع بعض من المفاهيم الجوهرية جدا بين نظرية بيز وبين مدخل بيز او نظرية بيز والنظرية الـ Frequentist اللي هما التكرارية الموضوع ده بيترتب عليه مفهوم تاني مهم جدا وهو الـ Parameters احنا دايما بنيجي للطلبة في الاحسن اقوله خلي بالك ان انت عندك حاجة اسمها Parameters وحاجة اسمها Statistics الـ Parameters هي عبارة عن معالم المجتمع اللي انت جبت منه العينة وجهة نظر الـ Frequentist ان هذه المعالم او الـ Parameters دي مقادير ثابتة وان احنا من خلال الـ Data بتاعتنا بنحاول ان نصل الى هذه القيم ونحاول نقدرها القيم السابتة الحقيقية التي لا تتغير وان الـ Data بتاعتنا هي المتغيرة من موقف لآخر وانها كلما اقتربت وانحنا بنحاول نخلي الـ Data تقترب من ايه من هذا من هذه القيم السابتة الى قيم الـ Parameters الموجودة في المجتمع يبقى اذا وجهة نظر الـ Frequentist والإحصال التقليدية هو انك انت بتفترض ان معالم المجتمع او معالم او Distribution او اي مجتمع له توزيع وان هذا التوزيع له معالم وان هذه معالم ثابتة لا تتغير كلام بقى وجهة نظر Pays لا مختلف يقولك لا الـ Parameters ليست ثابتة الـ Parameters متجيرة ومختلفة وبالتالي المنطق اصبح مقلوب شايف ان الـ Data هي المتغيرة والبرامتر هو السابت وده كلام الـ Frequentist التكراريين والوانطق الثاني اللي هو الـ Paysian لا ده المعوضوع معكوس الـ Data هي السابتة اللي انت جمعتها هيدي السابتة والبرامتر هو المتغير وان البرامتر ده مقادير غير سابتة برضو وجهة نظر وجهة نظر هذه وجهة نظر Pays يعني يبقى اذا الفكرة في كلمة الاحتمال ده الفلسفة الاساسية اللي لو فهمنا يعني يعني طبعا كلنا فهمين يعني ايه احتمال من وجهة نظر Frequentist وين هنا جات الاسم ونفهم بقى كمان الفلسفة الاحتمال من وجهة نظر Paysian عشان تفهم برضو نظرية Paysian لازم تعرف ان في حاجة اسمها احتمال شرطي او المسموه Conditional Probability الاحتمال الشرطي احتمال الشرطي انا عندي فيديو حابقى اعملكم الرابط بتاعه موجود هذا الفيديو بيوضح ايه الفرق بين الجانب без حتشوفه حالا سيظر عندك دلوقتي وانت تشعفي government او شوف في الرابط او اضح لكół فرق اقول لك يعني ايه conditional probability يعني الاحتمال المشروط يعني احتمال مشروط يعني احتمال وقوح حدث ما بشرط بلغة الشرط يعني ايه given ان انت اذا عرفت او اذا تأكدت ان في حدث اخر وقع بالفعل ودائما عندي الستاتيستيكس يعمل الكلام ده اقول بي ونجد الاي خليني بس ان انا اجيب التولز بتاعتنا البي probability of a given p يعني ده احتمال وقوع بشرط ان p already وقعت خليني اديك مثال بسيط مثال صغير اعتقد انه ممكن يوضح الفكرة لافترض ان انا باخد قرص في الاحصاء فانا في كلية وبدرس احصاء وكان في الترم الاولاني عندي احصاء مثلا واحد وعندي في الترم التاني احصاء اثنين فجينا في الترم التاني واحد طالب بيسألني يقول لي ايه احتمال ان انا اجيب في احصاء اثنين ممتاز given لما اقول لك او اعرفك انا جبت في احصاء واحد مقبول اظن هنا الاحتمال يختلف لو ان جالي طالب اخر وقال لي ايه احتمال يا دكتور ان انا اجيب في احصاء اثنين ممتاز اذا عرفت حضرتك ان انا جبت في احصاء واحد ممتاز الامر حيختلف فالاحتمال المشروط هو احصاء واحد دي انتهت وعرفنها وجبناها وانتهت كورس بتاعها وانت بالفعل جبت فيها سكور فبي حدث وقع بالفعل ان انت بتسألني ايه احتمال وقوع حدث وانت بتسألني احتمال معلومة ان بي وقعت بالفعل فده الرمز اللي بيستخدم في الجزء بتاعنا مهم جدا حتى اكتعرف يتحسب ازاي في الفيديو اللي انا بقول لك عليه ده هتلاقي انا بقول لك بتحسب ازاي وجدول اللي هو contingency table وقول لك تحسب ازاي وتشوف joint probability وتشوف marginal probability لكن احنا كلامنا على conditional probability العلامة اللي سلاش اللي حتى اكتشايف فدية هذه العلامة بتعني ببساطة بتقول لك ا Brokaw يعني علامة شرط دي given معناها بشارط او بمعلومية ان كده طيب ايه علاقة الكلام ده بالاحصى اللي انتنا بنتكلم عليه هفكر حضرتك بمنطق الاحصى وانا عملتي عندي فيديو اخر حوالين منطق اختبار الف احصائية منطق اختبار الف احصائية ايه المنطق اختبار الف احصائية ان احنا بنسيغ الفرد السفري والفرد البديل او حضركوا عارفين والفرد ياريت يا شباب الله يبرك لكم اربطوا الأفكار ببعضها الفرد السفري والفرد البديل هو فرود أو هي افتراضات حوالين برامترز المجتمع برامترز المجتمع لاجي ما اقول ايه ان الفرد السفري انه ليوجد فروق بين متوسط المجتمع بين الذكور والإناس مبقصتش الفروق في المتوسط في العينة انا بقصت فروق في برامترز المجتمع يعني ذكاء الذكور في المجتمع لا يختلف عن متوسط ذكاء الإناس في المجتمع برا فدايما الفروض ياريت اعملوا كده يعني كده ايه تكوا على يديك ونتوا بتتكلموا على الكلام ده التفاصيل الصغيرة دي بتروح في الكلام اللي احنا بنقوله وبنهتم بعمليات حسابية وبنهتم بأمور معينة والحقيقة مش هدي قضيتنا خالص احنا قضيتنا ابعد من كده احنا قايزين نقول يا جماعة ان الفروض السفرية او فروض البديلة او البحسية فرض البديل هو الفرض البحسي اللي هو اساسا نحن نعمل بحس علشانه هو بيصغل في برامترز المجتمع فلما اجي بقول حتى بتوقع في اللغة في اللغة الانجليزية لما اجيوا بيتكلموا يقول لك ايه الفرض السفرية معناه ان ميو واحد لا تسوي ميو اثنين يا عمم احنا متعودين على المين بنكتبله ام ليه ما قلتش ام لان عمش عايزك ام دي بتاعت العينة لكن الميو دي بتاعت المجتمع فدايما الفروض السفرية بتتعلم عن برامترز المجتمع فخلي بالك من النقطة دي والفروض البديلة بقولك لا الفرض البديلة بقولك لا ان برامتر يعني متوسط الذكور او ميو بتاعت الذكور لا تساوي ميو ايه الناس لذا كان فرض بديل غير موجه طب اذا كان موجه يبدأ اكبر او اقل والكلام زي دا طب جميل جدا بعد كده كنا بنعمل ايه نجمع البيانات نجمع ونجمع ونجيب الدياتا جميل جدا بعد كده نجيب الاختبار لحصائي المناسب اختبار ايه لتباين يبقى عندنا اختبار كاي سكوير عندنا اي اختبار من الاختبارات الاحصائية ونحسب قيمة كاي سكوير او قيمة ار تربيع او نحسب قيمة او نحسب قيمة اي برامتر حدك بتحسبه تحسب قيمته ثم بعد كده هنعمل ايه خلي بالكوا بقى من اللي جاي دا لان اللي جاي دا هو جوهر الاختلاف اقعد تبتكر ان البيزيان مش بقى عندش عندك فروض اقعد تبتكر ان البيزيان مش هتجمع بيانات بعدين تكون فاهم غلط لا في بيزيان هتجمع بيانات او عطيف تكره ان البيزيان هيدي قيمة برامترز برامترز لو انت حسنت معامل الارتباط ببيزيان مثلا هيدي قيم مختلفة كل الخطوات دي واحدة الفرق في اللي جاي بعد ما بنحسب قيمة الاحصاء بتاعت قيمة تيتو ساوي اللي احنا كنا نقول للطلبة القيمة المحسوبة وروح قررنها بالقيمة الجدولية ومش عارف او يحسب او لو كنت بتستخدم برنامج زي الاس بي اس اس او الجاسب او برنامج الار او البايزون او تستخدم اي برنامج من البرامج انت بتستخدمها كان بيديك قيمة البي فاليو بكام من اين جاءت البي فاليو بقى هديات من جاءت منين او القيم الجدولية حد سأل نفسه من اين DOWNT القيم الجدولية هو دول النقطتين اللي بيبينه من فاهم احصى وبنحافظ واحد بيحفظ وبيتكلف هو ده الكلام بقا من اين اتت القيم الجدولية كيف حسبنا قيمة البي فاليو هما الاتنين حاجة واحدة قريبين جدا من بعض بس واحد بيديني كده يعني دقة عالية والتاني بيديني قيمة تقريبية طيب عشان تعرف حضرات من اين جاءت جاءت من كلمة من احنا ايه حساب احتمالية الحصول على قيمة تساوي القيمة المحسوبة او اكبر منها الجملة ديت هي قيمة البي فاليو البي فاليو لو انت حبيت تفكها تروح تفكها تشوفها معناها ايه هتلاقي ان معناها كده ايه احتمالية ان انا احصل ما احتمالية انا احصل القيمة المحسوبة في الخطوة رقم 3 في القيمة المحسوبة بالخطوة رقم 3 دي مرة تانية ايه معنى البي فاليو؟ ايه معنى البي فاليو؟ هو كلمتين احدك شايفهم دولا هساب احتمالية الحصول على قيمة تساوي القيمة المحسوبة او اكبر منها لو انت حواريك برسمة صغيرة ايه معنى القيمة البي فاليو؟ او ايه معنى القيمة الجدولية؟ برضو القيمة الجدولية هي عبارة عن القيمة المحسوبة بس تخت بقى بفرد جيفن خليني نقول لك كلمة دي جيفن بفرد ان الفرد الصفري صحيح اذا علمت ان الفرد الصفري صحيح الجملة دي بفكرك بحاجة بفرقة الشريحة اللي قبل منها الكونديشنال بروبابيليتي اذا احساب احتمالية الحصول على قدسي المتساوي القيمة المحسوبة او اكبر من هذه القيمة هو ده بيسمى البي فاليو او ما هي القيمة المحسوبة اذا فرضنا ان الفرد الصفري صحيح دي قيمة الجدولية وامجام قارن القيمة طبعا عند مستوى دلالة او عند قيمة بتساوي 5 من 100 او 1 من 100 او كلام زي ده اذا بتبدأ بعد كده الخطوة اللي تيجي بعد كده اذا كانت القيمة الدلالة اقل من او تساوي 5 من 100 فاننا نرفض الفرد الصفري ونقبل الفرد الايه الفرد البديل ده المنطق اللي احنا بنشتغل به في شغلنا اذا كانت القيمة الدلالة اقل من او تساوي 5 من 100 فاننا افطر الفرد الصفري نرفضه ونقبل الفرد البديل اذا كانت قيمة الدلالة هي اكبر من 5 من 100 نقول ان الفرد الصفري هو اللي صح ونرفض الفرد البديل او ان احنا نقبل الفرد الصفري هل هذا هو المنطق العقلي المقبول اللي احنا عشان كده لما كنا بنقول لأسدزتنا وزملائنا وحبائنا ان لما كنا بنعمل اي ندوات ونقول الاحصاء لا تختبر سوى الفروض الصفرية يتخدم لكيه كلام انت بتقوله ده ثم هنختبر الفرد البحث ازاي نقوله اختبر الفرد البحث بطريقة غير مباشرة وانا عملت فيديو طويل عريضة على الموضوع ده فش عايزة عايزة كلامي تاني طيب عايزين نحاول الكلام ده الى conditional probability اللي احنا لسه عشان نشوف ايه العلاقة بين ال conditional probability ومنطق اختبار فوض الصفرية ونسأل نفسينا سؤال هو ده السؤال البحثي اللي احنا بنسأله هو ده منطق هل ده هذا المنطق صحيح عشان يجي بيزيان بقى ويصلح لنا طريقة ايه طريقة تفكيرنا طبعا كده مع بعض نسأل الاول قمة الدلالة طبعا زي ما انا قلت ان انا باخد باجي عند يعني انو اخدت مثلا القيمة قيمتنا المحسوبة وروحت شفت هي مكانها فين في هذا الجزء من العالم مكانها فين بالظبط فانجال ايه اه والله ده في الجزء اليمين او في الجزء الشمال او واتفر الجزء اللي احنا بنهتم بيه هو موجود فين اما اشوف بقى مساحة المنحنة الجزء من مساحة المنحنة الذي يعني يكون على اكبر منها ما احنا قلنا تساوى او اكبر منها اشوف مقدار وقديه من مساحة المنحنة ده 2% اه يبقى 2% ده ده اصغر من 5% اه يبقى القيمة دي مش ممكن تحصل هذه القيمة لا يمكن ان تكون موجودة وهذه القيمة مش من المنطقي او من النادر انها تكون تتطفق مع افتراضية ان الفرض الصفري صحيح يبقى الفرض الصفري غلا يبقى نيبقى للفرض البديل ده المنطق اللي احنا بنشتغل بيه في بحثنا طب نحول الكلام ده هو الى conditional probability زي ما احنا قلنا وال conditional probability السؤال الخاطئ الاسف اللي احنا بنسأله هو ايه هو هذا السؤال محتمال محتمال ان احصل كلمة البي هنا معناها probability والدي او الكابتال دي دي الداتة بتاعتي و given H note يعني بفرض ان الفرض الصفري صحيح انا هفترض ان الفرض الصفري صحيح ايه احتمال اننا نحصل على بيانات بهذه الكيفية هذا هو سؤالنا ما احتمالية ودي قيمة زي ما انا قلت دي قيمة الايه البي value اللي احنا بنحصل عليها probability ما احتمال ان احصل على قيمة مشابهة للقيمة اللي احصلت لها او مساوية لها او اكبر منها بس الكلام ده تحت شرط ان ال H note او ال H zero ده او الفرض الصفري ده صحيح هل هذا هو السؤال اللي احنا بنبحث عنه احتمالية ان انا البيانات احصل على تلك البيانات او بيانات او قيمة اكبر منها بفرض ان الفرض الصفري صحيح ده من سؤالنا خالص ده من سؤالنا خالص انا كده حولت بربط لك ما بين المنطق الاحصى التقليدية بتاعتنا اللي هي الكونديشن وبينها وبين الكونديشن البرابلتي او الاختبار الشرط خلي بالك بروبابلتي احتمالية وانا حعيد الكلام ده او قدتها لازم تعيده اكتر من مرة وتسمع الفيديو اكتر من مرة اذا كنت مهتم تكمل معايا في قصة بيزي يعني تشوف فكير الراجل ده او اللي فيه جانب من التجريد شوية لكنه بصحة لنا تفكيرنا اذا البي فاليو او البي هي البرابلتي احتمالية ان انا احصل على تلقى القيمة المحسوبة او اكبر منها بس بشرط ايه ان اتشن بفترض جدلا جدلا كاني كده قلبت المنطق كاني قلبت المنطق تخيل كده ان الطالب يجي يقول لي ايه انا الفرض بتاعي الطالب جاي بيسألني بيقول لي يا دكتور وانا ممكن اجيب امتياز ولا لا هقول له اه والله انت ممكن تجيب درجات بشرط انك انت اكون جايب امتياز اذا كنت انا بسألك انا جايب امتياز ولا لا تقول لي بشرط ان انت اجيب امتياز انا بختبر انا سؤالي حوالين انا اجيب امتياز ولا لا فاعد اقول له اه والله انت لو كنت مش عارفت بقى ايه طبعا ده ما بيجيوهش الطالب اللي بيجيب امتياز يبقى انت ما بينشأل بالسؤال او بنقلبه وهذا المنطق غير مقبول ده ما قلت بيجي بقى بيزيان او بيز ويقومس بيز وصح لنا السؤال يقول لي السؤال الصح هو اللي انتو شايفينه ده احتمال ان يكون الفرد البديل صحيحا شوف الكلام بقى الكلام اللي يخش العقل ما احتمال ان يكون الفرد البديل صحيحا بشرط بشرط انك انت معاك البيانات اللي في ايديك دي اما البيانات في ايدي ام انا جمعت البيانات البيانات فعلا واقع موجود حاجة حقيقية موجودة انا جمعتها فالقيمة دي بقى موجودة يبقى فعلا كده هو ده السؤال اللي انا بحس عنه ايه احتمالية ان انا اه احتمالية ايه ان يكون الفرد البديل صحيحا او ان يقع الفرد البديل بس ده بشرط ايه ان يكون معايا البيانات اللي بالشكل ده كده هو ده الكلام أنا عندي البيانات الطالب اللي دخل لي المكتب و سألني يا دكتور انا اجيب امتياز و انا حديك بيانات حديك معلومة ايه يا تدين يا ابني المعلومة انا كنت ناجح في statistics 1 او statistics A او statistics A اي حاجة ده المعلومة اللي اعطها لي طيب اقول له اه والله المعلومة اللي انت عطتها لي ده تعال نشوف بقى الفرد اللي انت عايز تعرفه ايه اجيب امتياز ولا لا ده فردك انت يبقى ده كلام المنطقي ما نشكلبش بقى الدنيا بقى ما نقولش بقى طب انا لو كنت لو انا منطلب اللي بيجيبه امتياز ها؟ ده السؤال العكس بقى لو انا نفترضت ان انا منطلب اللي بيجيب الامتياز في احتمال ان انا اجيب الدرجة ديت يعني ايه الكلام ده؟ لو انا كنت منطلب اللي بيجيب الامتياز راحنا قدرين نسأل فعشان كده اذا ننطق غير مقبول ما احتمالية ان يكون الفرد البديل صحيح هذا هو المنطق اللي احنا بنتكلم فيه طيب جميل جدا اه 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 ازاي تحسب ده بقى ما احنا قلنا بقى ما ينفعش ناخد القيمة الجدولية ومش عارف ايه والكلام اللي احنا بنقول عليه كيف يحسب هذا الاحتمال؟ يبقى مرة تانية خلي في ذهنك انك انت هتصيغ فروض ايوة هتستخدم اساليب احصائية زيتي تستو التحليل تباين ايوة هتحسب بقى قيمة جدولية وقيمة محسوبة لا ما لا اعمل ايه تحسب هذه القيمة اللي هي اسمي وبرل تبا حسبها ازاي؟ هيا دي بقى ايه النظرية بيثيان ايه هي النظرية؟ وعلى فكرة كتير جدا من الفيديوهات معمولة بتشرح الكلام ده هو ايه بيثيان او بيثيان استاتيستيكس او بايز استاتيستيكس وتيجي تقول لي انت عايز تحسب احتمالية ان تكون او احتمالية ان البي وفي ان الاتش اي ايه يعني احتمالية ان الفرد البديل صحيحا given او بشرط ان انت في ايدك بيانات لا شكل معين اه لو ده؟ ده بسيط جدا طب احسبه ازاي؟ يقول لك هو عبارة عن probability of HA يعني احتمال ان الفرد البديل يكون صحيح فيش given ولا اي حاجة مضروب بي حاصل ضرب probability of D اللي هو طبعا احتمال ان انت تحصل على هذي البيانات given بشرط ان الHA ده صحيح هذي المعادلة بهذا الشكل يعني كل اللي عملناه ان احنا مقصوب على BG طبعا المعادلة دي فيها وجهة اليمين كل في اربع معالم في اربع حاجات الحاجة الاولنية زي ما انت شايف هي ما انطلق عليه ايه؟ ما انطلق عليه البي ايه دي او البي ايه given D وده بيزيان بيسميه posterior probability بيسميه ايه؟ posterior probability يعني ايه هو posterior probability يبقى هو احتمال وليه سمى كده probability of A HA given D يعني ما احتمال ان يكون الفرد البديل صحيحا given هذي البيانات ليه سميته يا بيزي ابيز posterior قالك لان انا ده اللي بقدر احسبه بعد جمع البيانات البosterior probability ده الحاجة اللي اقدر ان انا احسبها بمجرد ان انا اجمع عندي البيانات اذا بيحسب بعد جمع البيانات فعشان كده سميه posterior probability امال ايه probability of A ايه ده؟ ده تسميه ايه عندك probability of A قالك ده اسمه ال prior القبلي قبلي ليه يا سيدي؟ لان ده قبل جمع البيانات وانا قبل جمع البيانات بما عندي تصور حوالين الفرد البديل صح ولا غلط؟ اه طبعا اه طبعا وده بيبقى حتى في مجال بحسنة لما نيجي نقول والله احنا نحط فروض موجهة ولا نحطها غير موجهة طبعا محدش حاسس بالدنيا والدنيا متلغبطة على بعضها لكن المفروض ان الفرد البديل يمقى بموجه يبقى انت عندك افدنس تقولك انك انت اذا انت بطريقة غير مباشرة وظفت وظفت القبرات السابقة او المعلوماتك السابقة حوالين الفردية بتاعتك فانك انت تقول الفرد موجه ولا غير موجه لكن هنا اخلي بالكم هنا youtube الترم الثاني الفوق incredachi هو ده بالظبط اللي احنا كنا بنعمله في الاحصار التقليدية اللي البعد بيسميه likelihood functions ده اللي الاحتمالية والبعض بيسميه base factor خلي بالكم من الكسكبريشن ده لأن جاسب البرنامج الإحصائي اللي عجب حضراتكم جدا بيطلق على ده اسم الجاسب بيطلق عليه اسمه الbeizian factors الbeiz factor ده معامل بيز قمال البي صب دي اللي هي البي دي ديت اللي هي موجودة في الديمونيتور اللي موجودة دي بيسموها الـ scaling الـ scaling ده عشان تضمن دايما عشان نضمن دايما الاحتمال لابد أن يكون قيمة محصورة بين السفر والواحد ولو صبت الدنيا لبعضها احتمال قبلي مطلوب في like load functions ممكن يعدي ويروح ويعتخطى الواحد الصحيح فعشان كده بيجي الجزء اللي موجود في المقام ده اللي هو الـ pd او البربابيلش بتاعت الـ data احتمالية أن أحصل على هذي الـ data ده بيسموه الـ scaling factor طب ده تحسب ازاي البي صب دي ده طبعا احنا مش عايزين نخش بتفاصيل العاملات الحسابية احنا عزين بس نفسا في المرحلة دي لكن برضو اجباعا للفضول حوالة حضراتكم الـ pd تتحسب ازاي هتتحسب ازاي يبقى انا اذن اذا انا عندي posterior probability اولا تقول posterior probability انت الكلام كده دخلت بمصطلحات patient theory نظرية patient تمام انت عزول دخلت في مصطلحاتها ايه هي مصطلحاتها اول حاجة تعرف ان حاجة اسماها posterior probability او الاحتمالية البعدية او المستقبلية وانك انت عندك prior probability اللي هو الاحتمال الاحتمال ايه القابلية يعني انت قبل ما تجمع عدتها كان عندك ايه كان عندك تصور ما كان عندك تصور ما هذا التصور حيتم تعديله هو ده منطق بيزيان كده يقول لك هذا المنطق سيتم تعديله تعديله بناء ايه على البيانات اللي انت جمعتها اللي هي الـ pd sub h a اللي هي p given probability of d given h a لاحتمالية انه نحصل على البيانات دي بفرد وطبع ما قلت ده هو ده الـ likely weak functions او الـ scale او obisium factors بتاخد التصور القابلي ده هو او الـ prior probability ده تقوم جاي معدله معدله بناء على البيانات تعدله ازا انك تضربه في الـ probability بتاعت اللي انت احتمالية نحصل على هذه الداتا given ان الفرد البديل صحيح مقسوم على الـ p d احتمالية نحصل على بيانات بهذا الشكل وده طبعا اللي سمنا لـ scaling factors وحسابه برضو في منتهال سهولة على فكرة هذا المنطق وهذا الكلام اللي قد يكون بعض شايفون امرك ده حقيقة ده طبيعة الحياة في منطق الحياة تخيل انك انت شفت شخص الاول مرة شخص الاول مرة وبعدين هذا الشخص ما عندكش معلومات عنه سابقة لكن انت يعني بيبقى عندك انطباع او انت حد يكلمك عنه او اخدت رأيي كذا او اخدت رأيي كذا يعني الدكتور الدكتور لما بيخش له المريض وقبل ما يعمل التحليل وقوله روح اعمل لي التحليلات وعمل لي اشعات وعمل لي كذا وعمل لي كذا بيبدأ يسأله اسئلة فالشخص ده اولا هو مثلا تكون رجل مش عارف عمره من سن كذا لسن كذا فبدأ يعد اعراض معينة فبدأ هو طبعا عنده مليون احتمال لهذه الاعراض لكن هو بيعنده تصور مقبلي اول ما تيجي التحليلات ممكن تأكد البروير بروبيلتي التصوره اللي قال عليه الدكتور وممكن تخليه غير طريق التفكيره هو ده المنطق هو ده ناس كتيرة جدا قدمت امثلة على لكن هو ده منطق الحياة ان احنا بمعندين تصورات مسبقة حاولين تصورات مسبقة دي جبناتنا من خبراتنا السابقة التصورات المسبقة دي جبناها من الخبراء والمتخصصين والناس اللي اساعدون فكل الكلام ده اذن بستيري البروبيلتي هو عبارة عن البروير البروبيلتي مضروبا في البيزيان فاكتور مقسوم على السكيلينج والسكيلينج ده قلنا ده يعني ده دوره بس مجرد كده ولاه دور بسيط اوي لكن هو دوره الاساسي كما قلت لحضراتكم طيب ازاي نحسب البي سب دي او البي دي الجزء اللي موجود في المقام ببساطة هو عبارة عن اما احتمالية اننا نحصل عليها تحت الفرض السفري صحيح اما اننا نحصل علي فرض السفري سفري خطأ هنجي بقى للجزء اللي احنا عايزين نأكد عليه وهو ازاي ان احنا نحسب البي البي دي لتحت دي اللي موجودة في الديمونيتور اللي موجودة في المقام هي ببساطة تتقسم لجزئين لاننا ما عنديش غير احتمالين احتمالية ان الفرض السفري او الفرض البديل فاتق اسأل نفسي سؤال احتمالية اننا نحصل على تلك البيانات تحت الفرض البديل صحيح ومرة تانية تحت الفرض السفري صحيح طبعا الاتنين دولار مضربين في احتمالية ان الفرض السفري يكون صح واحتمالية ان الفرض البديل يكون صح اذا دي قيمة بس الدي دي بتتحسب بهذه الطريقة لحظوا حضراتكم عشان كده احنا قلنا ده سمنا لسكيلينج فاكتورز لحظوا حضراتكم ان الجزء اللي موجود في البست موجود مرة تانية في المقام مس متزاد عليه حاجة تانية واللي متزاد عليه ده احتمالية والاحتمالية هي قيمة بين السفر والواحد وبالتالي فدايما بنضمن ان الموجود ان قيمة البرويل تطلع قيمة بين محصول بين السفر والواحد عشان كده قلت ده اسمه سكيلينج فاكتورز ده اسمه سكيلينج فاكتورز خلينا نلخص احنا قلنا ان احنا ان احنا بنسأل سؤال غلط احنا بنسأل ايه احتمال ان نحصل على تلك الداتة بفرض ان الفرض السفري صحيح قال هذا الكلام خاطئ الصح ان انت تسأل نفسك ما احتمال ان يكون الفرض السفري جمع البيانات وقال انها عبارة عن حاصل ضرب حاجتين في بعض حاجة سماها البروير البربابيليتي وهو احتمالية ان يكون الفرض البديل صحيحا وده تصور مسبق قبل جمع البيانات وده حقيقة موجودة مضروبة في البيزيان فاكتور وده عبارة عن احتمال ان نحصل على تلك البيانات جيفن ان الفرض البديل وده اهم خالص من وده ممكن يكون طبعا قوي او ضعيف ويأثر مدى تأثيره وايوما حيحدد قيمة البستيريار هل البيانات ولا الدياتا هنا طبعا يتوقف على قوة البيانات وعلى قوة الدياتا اللي بتجمعها ولذلك عندما يكون البيانات مثلا تقول انا ما عنديش معلومة انا معرفش ما عنديش اي تصور مسبق يبقى هتفتلت مثلا ان البيانات 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 ده uniform distribution توزيع uniform متعادل في ازيل حالة النتائج اللي هتوصل ها من البيانات بابيليتي هتكون قريبة جدا اللي بتكون متطبقة من البيانات من المدخل التقليدي لكن لو كان البيانات ده فورماتيف يعني بديك معلومة قوية وده ده تكبيرة جدا تناقض اللي هو بيقوله تناقض اللي هو بيقوله زي ما بيكون واحد عنده تصور مسبق حوالين مثلا اشخاص معينين وده طبعا مش عايز نمتي امثلة لان قد نقع في اخطاء غير مقصودة لكن احيان عندنا تصورات قوية جدا حوالين اشياء معينة من غير بنجمع معلومات عنها من خبراتنا السابقة من خبراتنا السابقة فبالتالي عشان الشخص ده يغير هذه المعلومة اللي انا معتقد فيها وكونتها من خلال سنوات كل تعاملي مع اشخاص لهم صفات معينة واشخاص بيشتغلوا في منطقة معينة او اشخاص بيلبس لبس معين او اشخاص لونهم معين او اشخاص طولهم معين او ملامح وجم معينة ده كذا فانا عشان اغير المتقة ده انا محتاج بيانات كتيرة جدا اجمحها حولنا هذا الشخص او هذا موقف عشان اقدر اخليه عد الموقف تمام فدي الفكرة المبدئية والاولية انا همني من الكلام ده كله ان تعرف ان البسيان بروبابلتي او بسيان ثيري بسيان بسيان فكتور لان هي هتعدل البروير وبالتالي لو كان البروير 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 وزيك عشان كده احنا قلنا ان بيزيان مش محتاج بيانات كتيرة مش محتاج كمية دات كتيرة زي الفريكوونتست تمام فاذن البيزيان فكتور هو اللي هيعدل البروير البروبيلتي اللي عندي اما البي افات حضراتكم مرة تانية في نهاية اي فيديو بقولك عجبك الفيديو وعمل له لايك تقرأ في حد استفيد بعمله شير في جميع الاحوال واتنسى تعمل السبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة